المقاصد سوف ترى من مصديق هذه الرحمة أن يتفق الناس في الاعتقاد مع أنه من مقاصد الله تبارك وتعالى القدرية والشرعية أيضاً أن يبقى التنوع الملي لكن واضح أن بقاء هذا التنوع الملي تنتج عنه مشاكل أو مشكلات بلا شك يتباغض الناس أحياناً يتدابرون اختلاف الاعتقاد يوجب نوعاً من النفرة بين الناس ولذلك قال تبارك وتعالى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً صحيح؟ ولو شاء وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ إذن يقول ماذا؟ الوفاق ماذا؟ رحمة لو اتفقوا لكان أرحم بهم لكن القدر سبق وشرعه أي أكد ما سبق في القدر أنهم لا يزالون تعرف ما؟ هذا ضريبة وأثر من أثر ماذا؟ الحرية المُعطاء للإنسان هذه ليست مشيئة مبتوتة أو مشيئة أي مفروضة علينا على الرغم لا 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 متناسقة أيضاً مع ماذا؟ مع الاختيار الموهوب لنا ونحن نكرمنا بهذا أو ميزنا بهذا الاختيار فبلا شك من الرحمة أن نحاول أن نقترب أو أن نتقارب من بعضنا كأمة واحدة من زاوية ثانية من زاوية ثانية الله عز وجل ينهانا ويربأ بنا أن نكون كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء كل حزب بما لديهم فريحون الآن السؤال ما هي هذه التفرقة والتشيع في الدين الذي أوجب النكير الإلهي عليه؟ قطعاً ليس هو التفرق في الفروع لماذا؟ لأن الصحابة أنفسهم تفرقوا وهم أمة واحدة بل هم خير أمة أخرجت للناس وخير الجيل اجتهاداتهم الفروعية أيها الإخوة اختلفوا فيها اختلافاً بعيداً جداً يعني فيما يحكى أن الخلاف بين إبن مسعود وبين عمر إبن الخطاب تجاوز المئة مسألة مئة مسألة تخيل؟ الاجتهاد فيها مختلف ومع ذلك مسعود كان يقدر عمر ويوقعه توقيراً ما بعده توقيراً وعمر يعترف له بمثابته العلمية ويقول كنيف مليء علماً هذا كيس مليء بالعلم عادي إذن الاختلاف في الفروع ليس من ماذا؟ ليس مما يناقض الرحمة التي توجب الوفاق لكن يبقى ماذا إذن؟ الخلاف في الأصول وأنا أقول لك طبعاً بعض الإخوة السلفين بالذات ينكرون أن في مسائل الاعتقاد أصولاً وفروعاً أنا أقول لك لا غير صحيح الاعتقاد كله أصول هذا غير صحيح بالمرة لا 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 بدليل أن هذا وقع أيضاً بين الصحابة أنفسهم أين هم من هذا؟ معروف أن ابن عباس كان يقطع بأن رسول الله رأى ربه ليلة المعراج هذا ابن عباس ترجمان القرآن وأما هائشة فكانت تستطار غضباً وفزعاً من هذه المقولة أنها تطايرت شقتين وتقول لقد قف شعر بدني مما تقولون ومن حدثكم بإعدائه ثلاث فقط كذا من حدثكم بأن محمداً رأى ربه فقط إن صح هذا الله أعلم إن صح هذا عنهم فإذن وقع خلاف هذه المسألة وقطعاً هذه المسألة من فروع الاعتقاد ليست من أصول عقيدة ليس في كتب الله نص واحد على طريق النص الأصولي سنتبه لكن هناك ظواهر أن الله يرى أو أنه لا يرى بطريق النص المسألة محكومة بالإحتمال وطبعاً سيأتي لك للتنبيه فقط يا أخواني الذين قالوا بأن الله يرى يوم القيامة فقط هم أهل السنة والجماعة سائر فرق المسلمين أنكرت هذا الشيء المعتزلة بكل فرقهم الخوارج الشيعة الزيدية الشيعة الإمامية الإباضية كلهم ينكرون أن الله يرى يوم القيامة طب ماذا تفعل به أولئك؟ كويس والله يجيني واحد مش هقول لك سلف يا عاد حيني حتى أشعرني ما تريدي أو أسألي بعنبلي يجي يقول لي مثلاً من أنكر رؤيا فقد كفر مصيبة هذه تكفر سائر الأمة باستثناء أهل سنة والجماعة لا يجوز ولا يمكن بالعكس ابن تيمية رحمة الله علي مع أنهم القالين بالرؤية طبعاً ودافع عنها في أكثر موضع من رسائله وكتبه له يعني في أحد المواضع تنبيه مهم جداً يقول أن هذه المسألة أعتقد في البحرين في تلك الرسالة المهم يعني هناك من يقول بها أو غيرها فلا تشغلوا الناس بها اتركوهم كما هم حتى لا تكون فتنة يا نعمة إذن هو يرى أنها مسألة الآن هينة أصبحت قطعاً هذه من فروع العقيدة من فروع العقيدة ليمكن أن تكون من أصول العقيدة ولم ينص عليها يجب أن ينص عليها بالنص بالمعنى الأصولي أنه يرى بعيني الرأس ما في نص هذا انتهينا طيب إذن موضوع العقيدة التي تجمعنا أيها الإخوة ونرحم بالاتفاق عليها بحيث لا نقع تحت طائلة كوننا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ولا نتكافر لا يكفر بعضنا بعضاً فضلاً أن يستبيح بعد ذلك بالتكفير بعضنا دم بعض ما هو؟ الاتفاق على الأصول القطعية في الاعتقاد أنا أقول لك وأدين الله تبارك وتعالى به والله الأمة فعلت هذا بفضل الله عز وجل فأهل السنة بكل فرقهم مش بس أشاعهم تهديهم وحنابي لا لا أهل السنة بكل فرقهم الزيدية الإمامية الإباضية كل هؤلاء تحققوا وأحكموا أصول الدين كلهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبعد ذلك يختلفون في فروض وليس في الأصول وليس في شيء قطعي البتة بالمرة الذي نحتاجه يا أخواني إذن الذي نحتاجه أن نتطوأ بهذه المقاصد مقصد الوحدة مقصد التزام الصراط الواحد مقصد التراحم بالاتفاق التراحم بالاتفاق التعاون على البري والتقوى وكل هذا حاصل وكل مواده حاصل بين فرق المسلم فضل الله تبارك وتعالى إذن ما الذي يعوقه؟ ما الذي يحول بيننا وبين تحقيقنا؟ أقول لك العصبية طاعفية والمذهبية ضيق عطا بعض العلماء والأئمة للأسف الشديد نعم ضيق يعني أحيانا بعض الناس لا أدري يتعاطى مع مذهبه أو مع طريقته على أنها سوق ماركت يعني سوق يريد أن يجلب إليها أكبر عدم من الشراء أو المشترين فيحملوا هذا ويجره والعياذ بالله إلى الطعن في الآخرين حتى يتطرق إلى الطعن في دينهم وربما أخرجهم من حضيرة إياه الإسلام وهذه عظيمة من العضائم وعلى كل حال تاريخنا الإسلامي يعني فيه بعض الأئمة الذين ربما بدأوا حياتهم في البداية بنبرأ فيها تساهل في التكفير لكنهم تابوا وأنابوا في آخر حياتهم تعلمون من أعني وأشهدوا على أنفسهم أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة